هذا وتتواصل أعمال قيمة المناخ كوب 27 بعد تمديد الفعاليات يوم أضافية حيث يستعد المفاوضون في المؤتمر لبدل جهود أخيرة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتعلقة بالمناخ بعد تمديد المحادثات المستمرة منذ أسبوعين من المنتظر أن تعكس نتائج المؤتمر عزم المجتمع الدولي لمكافحة التغير المناخي في وقت أكدت فيه مسودة رسمية للاتفاق على الالتزامات السابقة بالحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بحيث لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية لكن من دون حل لعدد من القضايا الحاسمة من بينها التمويل ومسائل الخسائر والأضرار